الحمد لله جزائكم الله خير وحسن إليكم بعد هذا ننتقل إلى اليمن نحافظة حجة لنقرأ رسالة المستمع علي حسن محمد عثمان يقول ينجد ولدينا ما يسمونه بالمقطع يذلك إذا أخطأ شخص على شخص أو أخطأ على قريب اللي يأخذ خروف ويستحق معهم جماعة من الناس وذلك من أولئك الذين لهم بإذنها لذبح هذا الخروف بغرض إرداء هذا الشخص معلمين هذا بالسلوح ويجزع لحمه بين المذنوع الذي ذهبت معه علما بأنه يذكرت من الله عليه فهل هذا العمل صحيح أم يعتبر بضيج الناس يجهونها جزاكم الله خيرا هذا من العادات القبلية فإن كان هو من باب الإلزام فإنه حرام ولا يثوث قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لمرئ مسلم إلا في طيبة من نفسه ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إما أن تكون تجارة أن تراضم منكم فإذا كان هذا مما بالإلزام يلزم المنتمع ويجبر على ذلك فإن هذا حرام أما إذا كان هذا مما بالاختيار إن شاء فعلا وإن شاء تركه فلا حرج في ذلك وتجنبه هذا أحسن لألا يتخل وسيلة وذريعة ونرزم بها الناس نعم ترجمة نانسي قنقر